إخوتي وأخواتي يسوع المسيح هو مصدر الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد قال يسوع لمرثة أتؤمنين بهذا؟ ثم قال لها إن آمنت ترينا مجد الله خليني أسألك سؤال هل سمعت أي نبي عظيم؟ خليني نقول أعظم الأنبياء مثل موسى وإليا ويحنى المعمدان هل سمعت أي شخص منهم أنه بيصنع معجز باسمه أو بيغفر باسمه أو الإيمان باسمه هل سمعت أي شخص يقول أنا هو الطريق والحق والحياة؟ هل سمعت أي شخص يقول أنا هو القيامة والحياة؟ آه ممكن تسمع ولكن شو اللي بأكد لي إن المصداقية العظيمة في هذا الموضوع هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات مشان هيك الشيطان بيكره صلب المسيح وقيامة المسيح يعني بيكره فكرة الفداء مشان هيك حط كل قوته إنه يحارب هذه الفكرة ولكن واضح الكتاب المقدس من التكوين للرؤية يسير بتسلسل وتناغم وانسجام كامل تام يعني كل الصفحات تركز على محور الرسالة هو يسوع المسيح قال يسوع خرافي تسمع صوتي وانا أعرفها بعدين بيكمل بقول وانا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد يسوع هو الحياة يسوع هو مصدر الحياة يسوع هو المصدر هو المصب هو التضفق بل هو حياة الحياة هو مانح الحياة هو الذي يمنح الحياة وطبعا هو الذي قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة المسيح أحباء مكتوب عنه كما قال هو بثمه ها أنا حي إلى أبد الآبدين والرسول يحنى يقول عن يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية أوعك تلعب لي بالكلام هنا يحنى كان يهودة ومن اسمه كان واضح قريب من عائلة الكهنة لأنه يحنان يهوى يتحنن فالاسم تعبير عن عائلة الكهنة وكان يهودي وإحنا عارفين بدون أي بغض النظر حبيتهم ألا كرهتهم إحنا منعرف أن أكتر شعب حافظ على هذا الحق والوحدانية والتأكيد على وحدانية الله هم اليهود فاتخيل كل اليهود اللي آمنت في هذا الموضوع ورأوا من خلال يسوع أنه هو الإله الحق والحياة الأبدية فما عليك ترمي كلام بدون برهان وبعدين عم بخوفوك بقولك الكتاب المقدس محرف عشان لا تقرأه أو أنه بيصحرك ولو إحنا عايشين بالقرن الواحد وعشرين كم من الكتب الإلحاد اللي منقرأها وكم قرأنا كل الفلسفات والكتبات هذا قرار هذا اختيارك أنت ولكن صدقني أنا بعرف كل إنسان من جوا عنده بحث ويريد أن يعرف الحق والطريق ويختبر الحياة لابد أن يأتي إلى يسوع المسيح وإلا ليه منحكي عن هذا الموضوع إذا مش متأكدين أنه يسوع هو الحياة اشتركوا في القناة